اشتركوا في القناة على كيفية الحصول على دومين مجاني من افضل عشر موقع تقدر تستخدمهم بالاضافة كمان الى كيفية الحصول على استضافات مجانية تقدر تشتغل عليها وتصمم الموقع بتاعك او تنشئ الموقع بتاعك مجاني بنسبة 100% من غير ما تدفع ولا مليم وطبعا في موقع تاني جديد قبله كنت شرحه اللي هو buy.oo طبعا كيفية الحصول على دومين مجاني اما بالنسبة للورد بريس طبعا هنا كيفية تنصيب الورد بريس باخر اصدار من الموقع الرسمي حمالنا الورد بريس وعرفنا كيفية تثبيته على سيرفر محلي وطبعا الشرحة بتاع النهاردة هنتكلم طبعا على كيفية انشاء الموقع من البداية من الصفر عشان تبقى عارف طبعا اغلبية الناس اللي هي حاليا انشغالة على البلوجر اكيد مش عارفة ازاي يعني تعمل موقع على الورد بريس مجاني بنسبة 100% فيه ناس كتير جدا بتبحث على الموضوع ده لكن بتلاقي الحلقات متقطعة او مثلا واحد يبدأ في شرح السلسلة دي وما يكملهاش او يكون فيه كده بعض الصغرات او بعض الحاجات الاساسية والمهمة بتكون وسط الفيديو اللي هو بيرفع على القناة مش موجود او حاجة مهمة فالنهار ده طبعا هنبدأ من الصفر خالص لسه ما عملناش اي حاجة خالص يعني عايزك تفضي دماغك كده ليه عشان تبدأ معايا من الصفر لانشاء موقعك الاحترافي على الورد بريس مجاني بنسبة 100% نبدأ على بركة الله طبعا ادعوك في البداية للاشتراك في القناة لو ما كنتش مشترك تضغط على زر اشتراك في القناة وتفعل رمز الجرس وتشارك الفيديو مع اصدقائك وتنتظر مننا الفيديوهات القادمة السلسلة دي هتفيدك بجد بجد السلسلة دي هتفيدك جدا جدا طبعا اول حاجة احنا هنحتاجها هنحتاج لي دومين مجاني طبعا في الفيديو ده في موقع انا شرحته قبل كده فطبعا احنا هندخل على الموقع ده اللي اسمه فرينام علشان نحصل على دومين مجاني فطبعا يعني كل الشروحات اللي انا بشرحها في القناة شروحات مفيدة اول حاجة هندخل على الموقع فرينام طبعا هنا هندخل على أول حاجة خالص فرينام هندخل على الموقع علشان نحصل على دومين مجاني طبعا الموقع ده شرحته قبل كده بالنسبة للناس اللي امتبعاني وطبعا الموقع بيوفر ليك دومينات مجانية فطبعا هنا بيقولك find a new free domain طبعا في البداية خالص في الموقع أهم حاجة تسجل في الموقع هتجي هنا وتضغط على التسجيل تمام هتسجل طبعا لو انت معاك حساب جوجل هتقدر تسجل بحساب جوجل اهو او حساب فيسبوك لو انت عايز سجل بحساب فيسبوك طبعا كل عليك انك هتضغط هنا على تسجيل الدخول بحساب جوجل او continue with facebook تسجيل بحساب فيسبوك طبعا هنسجل بحساب جوجل مش مشكلة اي حساب ينفع في التسجيل طبعا الموقع جميل جدا بيوفر دومينات بنطقات متعددة طبعا انا هختار هنا الايميل بتاعي تمام احنا كده سجلنا في الموقع التسجيل بسيط جدا اه طبعا كل عليك انك هتضغط هنا على وبعد كده بتضغط على بتيجي هنا في طبعا الدومين ده انا كنت بحس عليه قبل كده بتكتب اسم الدومين اللي انت محتاجه او الدومين اللي انت شايفه مناسب للموقع بتاعك وبتضغط هنا عشان شوف هل موجود في الموقع ولا لا تمام انا طبعا حاجزته قبل كده اللي هو طبعا انا بفضل النطاق اللي هو اخره انت طبعا تختار النطاق اللي يناسبك وبعد كده بتضغط على بعد ما تختاره يعني بتضغط وبعد كده تمام هو دلوقتي بيقولك المدة اللي انت عايزها فطبعا معاك لحد 12 شهر مجانا اهو سنة كاملة اكتر من كده طبعا بتلاقي بفلوس احنا نخليها 12 شهر وبعد 12 شهر لتبقى اتجدد الدومين وبعد كده بنضغط على continue تمام زي ما شايفين هنا السعر صفر 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 مجان يعني التوتل هننزل بالاسفل هنعلم هنا وبعد كده بنضغط على complete order اكمال الطلب بعد ما تملى البيانات بتاعتك يعني بعد كده بتضغط هنا click here تمام هنضغط هنا على surface مرة تانية بعد كده زي ما شايفين الدومين اللي احنا حاجزناها اهو زي ما شايفين take online.ml وهنا active مفاعل ما فيش اي حاجة طبعا هنا نضغط على manage domain زي ما شايفين النطاقة اهو take online.ml طبعا هنا في ال manage freedom dns زي ما شايفين اهو تقدر تضيف السينيم اللي انت عايز تضيفه في الموقع تمام لحد هنا هنا نضغط على surface وبعد كده my domains هنقف في الحتة دي هنقف هنا طبعا دلوقتي احنا حصلنا على الدومين الخاص بينا مجانا دلوقتي احنا محتاجين استضافة فطبعا احنا نختار استضافة infinity طبعا يا جماعة كل الروابط دي هخليها لك اسفل الفيديو في ال description طبعا استضافة infinity استضافة كويسة جدا وهتفيدك طبعا بشكل كبير جدا طبعا كل عليك عشان تسجل في الموقع هتضغط هنا على sign up هتسجل في الموقع طبعا هنا زي ما شايفين طبعا بتكتب الايميل بتاعك وبتكتب الباسورد وبتكرر الباسورد مرة تانية وبعد كده بتضغط على i am not a reboot وبعد كده طبعا هنا بتعلم هنا وبعد كده بتضغط على sign up وبتسجل في الموقع طبعا انا مسجل قبل كده فانا هسجل طبعا يعني انا هسجل بالحساب بتاعي تمام هضغط هنا على تسجيل وهسجل بالحساب بتاعي تمام كل عليك انك بعد ما تفتح infinity free وبتدخل على القائمة دي طبعا كل عليك انك هنا بتضغط على new account بتضغط على new account تمام في new account هنا بيقول لك enter free sub domain وهنا بيقول لك enter your one domain تمام وبعد كده بتضغط على i am not reboot وبعد كده create account طبعا كل عليك هنا هتدخل على اللي هو المانج جومين بعد ما تضغط على المانج جومين بتضغط هنا على management طالس وبعد كده بتدخل على name surface تمام في name surface هنا بتعلم هنا على use custom name surface تمام اه يعني name surface مخصص اه بتاخد اللي هو الدومين بتاعك الجميل ده من اول الدومين بتاخد الدومين بتاعك هنا copy وبتيجي هنا في الاستضافة اللي هي ال infinity free بتيجي هنا بتعمل لصق وبتيجي هنا بتعمل لصق تمام يعني احنا دلوقتي بس هنا بنحذف اللي هو ال ml بنحذف ال ml يعني بنخليه مسلا تيك online تمام وهنا طبعا بنخلي الدومين كامل زي ما شايفين هنا في name surface بيقول لك the domain needs to point the name surface طبعا احنا هنضيف name surface name surface one و name surface لحد خمسة name surface هنيجي هنا في الفرينم في الدومين بتاعنا وهي هنا بنضيف name surface طبعا بنكرر name surface زي ما شايفين بس بنكررهم name surface one و name surface two تمام بنيجي هنا يعني بنخلي هنا name surface نيجي هنا بنخلي name surface two تمام هنا بنخلي name surface three وهنا بنخلي name surface four وهنا بنخلي name surface five يعني زي ما شايفين هنا name surface one name surface two بعد كده بتضغط على تمام خلاص كده زي ما شايفين بنيجي هنا مرة تانية بنضغط هنا على تمام وبعد كده بنضغط على تمام طبعا هو دلوقتي بيقول لي تمام يا جماعة طبعا زي ما شايفين هنا فيه تلات حسابات طبعا هنا بتاعك اللي انت بتعمله فيه اقصى حد ليه تلات دومينات يعني بتستخدم دومين اول ودومين تاني والدومين التالت طبعا انا استخدمت دلوقتي لحد الاقصى تلات دومينات فهو طبعا دلوقتي بيقول لي يعني رق الحساب بتاعك بحيث انه يقدر يستوعب اكتر من دومين في نفس الوقت فطبعا انا خلاص دلوقتي استهلكت الحد الاقصى من الدومينات او من السي بانل او كنترول بانل في او في الحساب بتاعه لو انت عايز اكتر بتعمل حساب مرة تانية وبيستوعب الحساب لحد تلات دومينات او تلات مواقع فطبعا زي ما شايفين هنا تلاتة من تلاتة عشان بس دي معلومة عشان تكون عارفها فطبعا دلوقتي عشان ندخل على او الاختصار بتاعها السي بانل هندغط هنا على طبعا هنا كل عليك انك هتضغط هنا طبعا هنا بيقول لك سانك الزابلان والناولود تمام احنا دلوقتي اعتبر دخلنا على الكنترول بانل او السي بانل بتاعتنا اللي احنا من خلالها هيبقى ملفات الموقع بتاعنا هنا كل ملفات الموقع بتاعك هتكون مخزنة في الاستضافة المجانية دي فطبعا هي استضافة جميلة جدا يعني بتنفع معاك زي ما شايفين هنا كل المميزات بتاعت الاستضافة على الجنب هنا الاحصاء وتفاصيل الحساب والمساحة والكلام ده فطبعا يعني استضافة جميلة جدا المهم دلوقتي احنا طبعا بيقى معانا دومين مجاني وبيقى كمان معانا سي بانل مجانية يعني استضافة مجانية فطبعا دلوقتي كل اللي عليك انك هتنزل هنا بالاسفل تمام هتلاقي طبعا حاجة اسمها تطبيقات المثبت هنا علشان نثبت الموقع بتاعنا اللي هو الورد بريس بيقيت معانا استضافة مجانية وبقي معانا دومين مجاني دلوقتي هنبدأ بقى في الموقع دلوقتي هنضغط على تثبيت المثبت او تطبيقات المثبت بالاسفل من ضمن تطبيقات المثبت اللي احنا هندخل عليها في حاجة اسمها الورد بريس فطبعا انا اعتقد كده ان انا ماشي معاكم بسهولة تامة علشان بس الناس تكوني مستوعبة معايا الكلام موضوع سهل وبسيط جدا مفيش اي مشاكل فيه دلوقتي زي ما شايفين هنا الورد بريس طبعا كل اللي عليك هنا انك هتضغط على انستال قبل ما نضغط على انستال هنا او خلينا احنا في الخطوة اللي احنا وقفين عليها دي عايزة اوريكو حاجة هنيجي هنا وناخد الدومين بتاعنا الجميل ده ونيجي هنا في السيرش ونشوفه هيدخنا على ايه تمام اللي هو تيك بعد كده داش اونلاين دوت كون شايفين يا جماعة دخلنا على ايه دخلنا على استضافة في لين دخلنا على استضافة معنا كده ان احنا ربطنا الدومين بتاعنا اللي هو ده خليني معاك بسهولة يعني ربطنا الدومين بتاعنا اللي هو ده بالاستضافة دي يعني احنا كده نجحنا وربطنا الدومين بالاستضافة فعشان كده لما تيجي تبحس على الدومين بتاعك اللي هو تيك داش اونلاين دوت ام ال هيدخلك مباشرة على الانفينيتي فري وطبعا في الانفينيتي فري انت بتصمم الموقع او بتنشي الموقع بتاعك لما تيجي تبحس عنه بعد ما تصمم الموقع بتاعك هتلاقي الوضع تغير تماما فطبعا احنا دلوقتي هنعرف مع بعض ازاي هنرجع مرة تانية تمام خليه نقفل دي وهننزل بالاسفل طبعا احنا هنا هننزل بالاسفل لحد ما نلاقي حاجة اسمها تطبيقات المثبت تمام هنضغط عليها في تطبيقات المثبت زي ما انا قلت لكم هنلاقي الورد بريس وطبعا في بعض التطبيقات الاخرى احنا اللي همنا دلوقتي الورد بريس طبعا لو انت عايزت مواقع جملة بالنسبة للدومينات والاصدفات الخاصة بيها طبعا يعني كلها مجانية جماعة يعني عشان ما تقلقوش المهم دلوقتي هنضغط هنا على الورد بريس هنضغط على انستار طبعا هنا بيقول لك البرتكول هنا البرتكول بتاعك هنخليها تمام مش هنغير فيها اي حاجة هنا طبعا ده الدومين بتاعنا الدومين بتاعنا الاساسي تمام اللي هو هنا طبعا فيه هنا هنحزف الو بي هنخليها فاضية هنا السايت نيم اسم الموقع طبعا انا اسم الموقع هخلي تيك اونلاين تمام انا هخلي اسم الموقع بتاعي تيك اونلاين طبعا هنا بيقول لك السايت ديسكريبشن يعني معلومات عن الموقع طبعا الموقع مثلا هخليه موقع لكل عربي موقع لكل عربي تمام انا دلوقتي كتبت اللي هو السايت نيم تيك اونلاين والسايت ديسكريبشن يعني معلومات عن الموقع موقع لكل عربي موقع احترافي موقع عالمي طبعا انت بتكتب الوصف بتاع الموقع براحتك يعني هنا بالنسبة لي الادمن اكاونت اللي انت علشان تدخل لي الموقع بتاعك في يوزر نيم و باسورد طبعا ده الافتراضي ده الادمن و الباسورد اللي هو باس فطبعا احنا هنعرف الموضوع ده بعدين يعني دلوقتي احنا هنكمل فيه الموقع بتاعنا بس مهم جدا انك تعرف النقطة دي ما تنساش يعني لو ما شرحتهاش في الفيديو ده علشان بس تبقى عارف الموضوع مهم جدا تمام بعد كده هندخل على الشوز لانجود اللغة بتاعة الموقع هنختار عربي انت طبعا انت هتختار اللغة اللي انت عايزها انا طبعا هنختار عربي هننزل بالاسفل طبعا هنا ما تغيرش اي حاجة بعد كده تمام كل عليك انك هتضغط على انستال هنسطب الموقع بتاعنا تمام هو دلوقتي الموقع بدأ في التسطيب ما فيش اي مشاكل على الاطلاق زي ما شايفين تم تسطيب الموقع بتاعنا بنجاح هنا ندخل على الدومين بتاعنا ونشوف هل المساحة بقيت متاحة حاليا ولا لا تمام مية مية جماعة الموقع بتاعنا زي ما شايفين الورد ابريس تسطب معانا ما فيش اي مشاكل في الورد ابريس لو نزلنا بالاسفل هنا شايفين اللي انا قلتلكم ان ده مهم جدا اللي هو الادمن والباس لو جينا هنا ودخلنا على تسجيل الدخول تمام في تسجيل الدخول اسم المستخدم او البريد وكلمة السر اسم المستخدم الافتراضية زي ما قلنا هي ادمن وكلمة السر اللي هي باس هنيجي هنا ونكتب باس اس وبعد كده نضغط على دخول طبعا انا قلتلكم مهمة جدا فطبعا زي ما شايفين انت طبعا بتقدر تغيرها جماعة بتقدر تغيرها طبعا دلوقتي دخلنا على الرئيسية او القائمة الرئيسية او لوحة التحكم للموقع بتاعك بالكامل زي ما شايفين اهو ده لوحة التحكم الخاصة بالموقع بتاعك يعني تقدر تتحكم فيه الموقع بتاعك بالكامل من القائمة اللي انتوا شايفينها دي فطبعا انت دلوقتي كل عليك انك هتعدل على الموقع بتاعك من خلال القائمة دي فطبعا انا هكتفي النهاردة بالشرح ده كفاية النهاردة حد هنا ونكمل فيه الشرح او نكمل الشرح او التعديل على الموقع ان شاء الله في الفيديو اللي جاي ان شاء الله طبعا انا عايزكم تتابعونا في الفيديو اللي جاي لان الفيديو اللي جاي مهم جدا هنعرف ازاي نضيف خالب احترافي جميل جدا على الموقع وكمان هنعرف ان شاء الله نعدل على الموقع بالكامل يعني هخليك تصمم موقع احترافي كامل بنسبة 100% مجاني بدون ما تدفع ولا مليم وطبعا انا عرفتك الخطوات الاساسية والخطوات المهمة اللي هي الدومين المجاني والاستضافة المجانية ده كان الدرس الاول من سلسلة الورد بريس اتمنى انكم تتفاعلوا مع الفيديو ده في الضغط على لايك للفيديو وشاركة الفيديو وانتظرونا في الفيديوهات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته